دكتور أسامة هل في موضوع الحوار الوطني من الممكن أن نطرح أيضاً موضوعات التي كتبت عنها عن يعادة التفكير في دور القطاع الخاص في مصر طبعاً ما فيش نقاش أشكرك واضح أن يعني في إعداد حلو لهذه الحلقة يعني طبعاً مسألة إعادة التفكير في دور القطاع الخاص دي مسألة أساسية وأنا سعيد إنه دولة مصرية بدأت تفكر في هذا التجاه بدأت تفكر في هذا ما فيش نقاش لأنه إحنا فترة طويلة لأسف اتجهنا للقطاع العام وكان في نوع كده من التصور أن القطاع العام هو يقود التنمية وأنه كذا وكذا بعد أن اكتشفنا أن القطاع العام ده فشل في العالم كله مش في مصر بس طبعاً في مشروعات معينة ممكن تكون مملكة للدولة وممكن تدار الدولة وبالعكس ومن اللازم يعني مثلاً لما تكلم عن مرفق السكة الحديد آم مهمون للدولة أو مثلاً بعض المرافق الأساسية في بعض الخدمات لازم مملكة للدولة بلا شك إنما هيظل القطاع الخاص هو المناطي الأساسي للنشاط الاقتصادي فأي بلد متقدم وبالتالي إتاحة كل الفرص للقطاع العام للقطاع الخاص وتسهيل معوقاته خذ بالك الكلمة دي دايما نكررها بأن عشرات السنين وما زالت المجال الموجودة الميروقراطية موجودة وما زالت العقبات موجودة أنا الأوان للتفرق في هذا فعلاً نزيل العقبات دمام القطاع الخاص بلا شك استثمار الخاص سواء كان استثمار مصري أو عربي أو أجنبي بلا شك تتفتح بلا وتبقى فيه نوع من الشجاعة والجرأة والحسم والصرامة في التعامل مع هذه معوقات وإيه الأصلاة مسألة حياء أموت للمصر إن ما كانت فيه مواقص مصر دي لازم المئة مليون مصر دول لازم يشتغلوا ولازم ينتجوا ولازم يطلعوا وصاروا حقيقية من خلال النشاط الخاص طبعاً وهذا كله لازم أن احنا ندعمه أنا ساعات أسأل نفسي ليه مصر في فترة معينة طلع فيها مجموعة كبيرة من المنظمين ومرواد الأعمال يعني أنا هنا أحب قوي أشير إلى كتاب رائع اللي كاتبه الشاب المتميز عمر طاهر اللي بيسموه بقول صناعية مصر كتاب جميل جميل ونفسي كل واحد شاب بيقراه الناس اللي أنشأوا صناعة في مصر صحيح كتاب بالنفا طلعت حرب ويسين والشرباجي كل الناس العظام اللي بنوا في مصر الصناعات بتاعتها احنا عزين ناس زي دول للأسف الأغنية في مصر دلوقتي ما بيشتغلوش في الصناعة ما بيشتغلوا في العقارات وما احترمنا الناس كتيرها جدا منهم يقولهم يا أخوان نحرام يعني مش شغلتي أنكم تنموا سرواتكم بالعقارات مصر الجزء كبير جدا من سروات المصريين راحت في العقارات وإنتي بلغت تسأليني عن السؤال اللي أنا كتبته اللي أنا كتبه عن خطيئة السحل الشمالي مليارات مصروفة في العقارات الخط الساحل من اسكندرية لغاية مطروح كله قرى ايه القرى دي ناس صرفت مليارات على بناء هذه القرى السياحية اللي في الحقيقة بتستخدم شهرين أو تلاتة في السنة روحي بقى السحل الشمالي في الشيطة يتليه ايه يا أخواننا ده طيب ما فيه بلد جنبينا اسمها تونس على نفس الشاطئ الجنب بحر المتوسط نفس هذا الشاطئ فيه مئات الفنادق فيه شواطئ من زرت وسوسة ومسعيد هي شواطئ تونس ممنوع عليها يعني الملكة الخاصة ملكة الخاصة كلها فنادق فنادق أو منتجعات برضو يعني تستأجر يعني طبعا وبنتدر على الدخل الدولي الدخل هائل ده مصدر أساسي في ما طيب ازاي أنا ما عملتش كتب أنا أنا شخصيا أنا مثلا في قرية اسمها قرية الصحفيين أنا مستعد يا سيدي أتنازل خل هاتوا شركة هاتوا بفندق عالمي ياخد هذه القرية ويدفع لي أنا مثلا مبلغ مناسب وابنه في هذه المنطقة مثلا طيب ما هو الفنادق الكبرى في العالم اللي هي الأمريكية والإنجليزية والفرنسية والألمانية طيب ما هي ممكن تاخد هذا الشاطئ الجميل وتبني فنادق يستفيد بها الشعب المصري كله أنا رأيك كده من الممكن أيضا تشجيح حتى الملات لتأجير الأماكن يعني طبعا طبعا ممكن ده برضو يعني فكرة أن نستثمر هذا الشاطئ اللي صالح الشعب المصري كله